اشتركوا في القناة او اي منتجات تالية في حال انها تمت او بطل ما تم طيب الان في جماعة الخير كنا بنتكلم دايما على حكاية اي تاجر اي بيع اي منتج في العالم لازم له محاسبة تكاليف كم كلف من وقت ما اتخلق الين وقت ما وصل للرف ويتباع من وقت ما اتصنع من وقت ما اتعمل من وقت ما اتخطط المصانع نفسها حتى في التسعير لما تيجي تسعر لك سيارة فخمة كاد لك مثلا او اي شركة كاد لك مرسيدس لما يجوا بيعوا مثلا في امريكا عشان عندهم صناعة سيارات امريكية هناك لازم يتحلسوا ويغروا المستهلك الامريكي فبيعطوه اسعار ما يعطوك بعض الشركات بعض الدول تعمل دعم لمواطنيها فتاخد اسعار تعطي اسعار مواطنيها اسعار مخفضة عشان يتملكوا السيارة بعض الدول تدي دعم مثلا زسالات الكهرباء فبيعطوها دعم مثلا اضافي او اعفاء ضريبي عشان ما تندفع لانها تحافظ على البيئة توفر في الاقتصاد الى خلاق طيب فاحنا ما عندنا الشي لا الآن نجدين موضوع حيث نحن كثير في النقاش حيث نحن نقاش الشباب دايما شوي البيضة قبل الدجاجة ولا دجاجة قبل البيضة خلينا نتكلم حقائق وارقام المملكة وقف على اتفاقية هرية التجار عام 2001 طيب يعني من سنة اسكتوا عام 2001 كان هامش الربح يعني باب الضحك كده كان هامش الربح 15% من عام 2001 ان فتح هامش الربح سار حسب العرض وطلب حرية التجار ومصاليف طيب ما كان في ضراب سار في ضراب ما كان في كورونا زادت التكاليف حروب في المنطقة الاخ الاخ الحمد لله شكرا على كل حال احنا ما احنا معترضين امور حاصلة وحصلت امور قبل كده والدنيا كلها امور في امور بتحصل طيب احنا نواحد يقول الحمد لله على نعمة الامان الامن والامان والصحة طيب الان حنفصل فيه من كلام دي حسن البعض حيقول لي ما في لما نيجي المصنع حنخلص من الوكلة والوكلة ججعين والوكلة حرامية والوكلة طماعين يا جماعة الخير انسوا الحكاية دي انسوا تمام باستثناء تسلا لأن الوكلة المصانع حتى في امريكا وفي كل مكان لما بتبيع لك بتبيع لك عن طريق وكلة لها الان دائرة جغرافية للوكيل هنا تختلف من منطقة لمنطقة حسب حجم السوق وحسب البيع طيب يا حسن انت قلت انه في بعض الاختراحات الممكن تساهم في تخفيض تكاليف السيارات علينا كمستهل لكن صح فحبيت بس ازبط نقطتين معكم ما هي موضوع انه في مصنع لان مثلا شركة نيسانا الام موجودة هنا لها اكتر من خمسة سنوات وبيدعمو شركة في عملية قطع الغيار والصيانة والاستوكات والمور هذه كلها هما الآن وقت ما يصير عندنا مناطق حرة زي جبل علي مناطق كبرى حرة مع فيها ضريبيا هيصير فيها سنترال ويرهاوس سي بي دي مركزي بمعنى تيجيك شركة جيرو موتورس تعمل المصنع الشركة الام نفسها شركة نيسان شركة هوندا جماعة الصينيين جماعة تويوتا جماعة اختار يعني زيقوله طب واختاره على هواك الشركة اللي تبغاها هتدعم لأنه ما شاء الله هو مساحة المملكة العربية السعودية جغرافيا عملاقة يعني إذا حط هنا المستوضى عندك هيوزع باقي المناطق كلها الدولة الخليج عفوا فعملية وجود مناطق زي هذه اللي سعدكم وفي الموانئ هتساعد في عمليات أنه وجود سنترال ويرهاوس طيب يا حسن حيفرق معنا فيش غير توفر قطع الغيار هل حيفرق معاي في السعر نعم يا سيد الكل ليه لأنه التاجر مضطر أنه مثلا يخزن استوكات أبو شهر لتنين لتراتة أشهر لكن لما يكون فيه سنترال ويرهاوس مخزون مركزي من المصنع يدار ما حيضطر يخزن أكتر من أسبوعين التكاليف هادي المجمد رأس المال المجمد الاقتراض من البنوك اللي بتتم كل هادي بتخف عن كاهل الوكيل بتخف عن كاهلة المستهلة بتخف في التسعير طبعا في عندنا موضوع تاني سهل اللي هو أنت نقول لك الضريبة خلالها خفضت أنا معكم ضريبة لأنه خفضت ستساعد كثير فأنتوا عليك الجمرو خلالها خفضت ستساعد أنا معكم هذه رسوم أو أداة مالية للدولة تحصلها فإذا زادت زادت التكاليم فانخفض انخفض التكاليم مثال تاني اقتراح تاني الضريبة بدل ما تتحصل في السيارة على السيارة وقت دخولها الميناء يكون مثلا تحصل للضريبة وقت بيع السيارة فهذا كمان برحم الوكلاء مثلا من العملية أنهم يكون ضغط مالي كبير عليهم أو بعضهم يضطر للاختراض فبالتالي التكاليف بتتجمع أنا كل كلامي هنا مش حبا في دول ولا ضد دول ولا مع دول لكني بنتكلم على موضوع تجمع التكاليف فبال فأعتقد وقت ما إن شاء الله يتم يسير عندنا مناطق حرة ومناطق معرفاء ضريبية ما فيها ما فيها ما فيها ضريب ومعفية فحيكون المصانع تيجي تفتح سنترال هيخف الكاهل هيخف العب عن كاهل الوكيل تخف المصاريف عن كاهل الوكيل فبالتالي تتزبط التسعير شوية والآن تقول لي والله كل الوكيل متفقين علينا استحارة ما كل واحد ما حاجة والله إخويا إنت رقم واحد وأنا رقم اثنين لو كل الوكيل متفقين عليكم ما كان لقيت وأنا كنت أقول الكوري داخل وعندنا شعب عاطفي حبنا وكرام واحترم الكل لكن عندنا ناس كثير عاطفية بلاش يقول كلمة الشعب عندنا ناس كثير عاطفين الكوري بوري والله والله أو يجيك ناس الأمريكي وبس ويجيك التاني الياباني وبس ما بيفكروا في عملية الاستهلاك وفي التكاليف الولاء إن يكون لجيبك ما يكون لصناعة معينه طيب خلاصنا من الكوري جاك الصيني وتحس إنه عداء في عملية غل وعداء وحقد وكره لشركة معينة جاي عمي تمالك ترى هي منتج بيخدمك العاطفة دي شوية جياشة خليها لبلدك ولنفسك بدل ما تخليها الحديد فالآن في نقطة تانية مثلا هذه لو المجتمع هي مراحل لو مجتمع مثلا ما بتقول قرر سوا بس إذا فيه نوع من الوعي النوع من الوعي واحد بمعنى يعني مثلا كان فيه ألماني أغلى السيارات وأفضل السيارات في الأداء بعدها جيك مثلا كادالاك لينكن جيك ليكزس جيك انفينيتي جيك آكيرا طبعا قبلهم عمريا بالياباني فكان مثلا هذا فلما تيجي مثلا نفطرد هاخد مثال هنا طيب لما تيجي هتلاقي أنه سعر ليكزس أبتدى يرتفع 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 لمرحلة أنه وصل مثلا لقريب من سعر الألماني هتقول الله أخذوا بالك وحوصل لكم في كلامي إلى نقطة معين فحتجي تدور على البديل خلنا نبقى شي بديل الآن في الولاء الأعمى نشتري السيارة قد ما يزودوا حلو ممتاز أروح أخذ جينيسس أو أروح أخذ انفينيتي الآن وقت ما المصانع تلاحظوا خذوا بالكم والله سعيدكم في نقطة دي المصانع ما هم أغبية وبيعملوا دراسات على السوق السعودي وعلى نفسيات والخليج وعلى نفسيات قرارات الكونسيومر طيب لما يجي يلاقوا والله سعيدكم أنه العملية إيش يقولوله أنه مستهلك برايس سنستيف المستهلك حساس ناحية السعر واعي ناحية السعر جماعة الخير مثلا البراند الفلاني ليكزيس كانت مبيعاتها عالية انخفضت ليش والله السعر ارتفع حينجابه لخفض أسعار عشان يكسب السوق جينيسس معثلا والله أخي أسعارها كانت ممتازة بس ابتدت تخف مبيعاتها شوية ليش عشان أسعارها ارتفعت المستهلك السعودي حساس ناحية ارتفاع الأسعار فبدور على سيارات بذكاء وبأفضل سعر ممكن فبالتالي هنا الله أسعدكم أنا اللي أقوله هنا جزية معينة إذا تضافرت الجهود أو بمعنى معين ما حقول حملة وخليها صدي لا 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 كلام ده ماليش هذرون منه إذا في وعي عام مرتفع Value for money Safety come source الأمان يأتي أولا في السيارات مصوات الأمان و Value for money حيبتدوا جماعة المصانع تحسب للمستهلك السعودي ألف حساب ومليون حساب مو حساب واحد لأنه عارفين أنه اليوم اللي حيرفع عليه السعر مشي وقسابه وراحل غيره ما حتفرق معها كوري ياباني أمريكي صيني هندي روسي إيش ما كان صناعة السعرة حترفع عليه السعر فيه غيرك في البلد ألف فهذا نقطة الله سعدكم اللي أنا بقولها من ناحية المصاريف الحكومية اللي إذا توفرت مناطق معفية جمهوركيا لقطع الغيار وتخزين السيارات حتخفة تكاليف على المستهلك أنه يتحملها حيتحملها أو حتخفة على المستهلك لأنها خفت على الوكيل لأنه المصنع الأم تحملها وسر الوكيل دوره في قطع الغيار والصيانة وباقي الترتيبات وتتوسع جغرافي طبعا حكاية الضريبة ونمور هذه هذا طبعا في حد الدولة لكن إذا وجدت المناطق هذه المناطق الحرة هتخفة تكاليف في أسعار السيارات وفي الصيانة هتخفة تكاليف بالكامل بالنسبة على رباح فيها لأنها بالمنافسة الشديدة في السيارات فبيحملوا تكاليف كلها وربحهم على قطع الغيار والسيارة شكرا لكم أتمنى إن شاء الله يكونوا قدرت اليوم أفيدكم بمعلومة بسيطة في موضوع بسيط وآسف على الإطالة المعدرة منكم مصدع عمس كان عندي سخونة وشوية تعبان لكن يعني موضوع مهم تفكروا فيه كده شوية وزا ما يقول الله يجيبها خير شكرا شكرا لكم